السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم مشاهدين عبر شاشة التلفزيون الأردني في هذا اللقاء الخاص مع صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العدى في هذا اللقاء سنتذكر العديد من المناسبات ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي وأيضاً مئوية الدولة إضافة إلى العديد من المواضيع صاحب السمو الملكي أهلاً ومرحباً بك سيدي شكراً سيدي على هذا اللقاء وتحياتي من خلالكم للمشاهدين وإذا سمحتين لي قبل كل شيء أوجه تحية اعتزاز لجميع العاملين في مكافحة وباء كورونا والله يرحم لي توفوا من أهلنا ويحمل جميع فالله خير حافظاً ومهو رحمه 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 صدق الله العظيم سمو الأمير هذا اللقاء يتزامن مع ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً ذكرى تعريب قيادة الجيش للقوات المسلحة كما نعلم جميعاً الدور الأكبر والأبرز في حماية وطننا أنت سيدي كولي للعهد ترتبط بعلاقة مميزة بالقوات المسلحة نتحدث بشكل أكبر عن هذه العلاقة أولاً سيدي أنا بالجيش مش ولي عهد أنا ملازم أول مثلي مثل باقي الضباط والقوات المسلحة مدرسة بتعلم الالتزام والتضحي والانضباط وصراحة الزمالة اللي لمستها بالجيش ما شفتها بين مكان ثاني ومثل ما اتفضلت احنا بنحتفل بيوم تاريخي بمسيرة الدولة وهذا إنجاز يحسب لجدي الحسين الله يرحمه اللي ورثنا حب العسكرية ومثل ما بتعرف في الوالد جلالة سيدنا عسكري قبل كل شيء وخدم فترة طويلة وتسلسل بالرتب والمواقع القيادية حتى وصل قائد عمليات خاصة برتبة لواء ويعني لليوم لما أكون مع سيدنا بين الناس أشوف كيف تتغير ملامحه بس يشوف اللي يخدموا معه ويعني بشحر بساعاته بس يسترجع ذكرياته معه يعني بصراحة سمو الأمير هذا إرث جميل وأرث راقي يعني والعلاقة بين العائلة الهاشمية والقوات المسلحة هي علاقة مميزة تاريخيا وقبل فترة وجيزة شهدنا إطلاق برنامج رفاق السلاح اللي يعنى بالمتقاعدين العسكريين وبصراحة هذا إن دل على شيء فيدل على الإيمان العميق بالقوات المسلحة عاملين ومتقاعدين أليس كذلك سمو الأمير؟ سيدي ما بتعرف قديش انبسط انه قدرنا نطلق هذا المشروع لأنه البرنامج بلامس حياة إخوانا اللي خدموا وصراحة الموضوع أولوي عن جلالة سيدنا لأنه بحكم معرفته إلهم وقربه منهم بيعرف قديش قدموا للبلد وإن شاء الله نكون قدرنا نقدم لهم شيء يساعدهم بإذن الله سمو الأمير في بداية لقاءك وبداية الحديث ذكرت الراحل الكبير الراحل الباني الحسين طيب الله ثراه وأنت تحمل اسم الحسين والناس تشبهك بالحسين هل من كلمات محددة بهذا الخصب السمو الأمير؟ هذا شرف كبير لكن سيدي الموضوع مش أني أشبهه بالشكل الأهم أني أحمل مبادئ جدي الحسين كان شخصية فريدة ومنه تعلمنا أن الواحد يكون له فكره ونهجه المستقل ضمن الثوابت اللي تربين عليها والله يرحمه كان قيادي وملهم وقريب من الناس ويعني كوني بحمل اسمه هذا الحاله بخليني أحس بمسؤولية كبيرة وبارتباط قوي فيه ويعني لليوم لما أشوف صوري معه بتذكر طفولتي وكيف كان اهتمامه فيه وصراحة هالصور بتأثر فيه كثير يعني لما الناس تتذكره بتتذكر خطاباته ومواقفه لكن صراحة لما بشوف قديش الأردن صامد رغم كل شيء بقول هذا هو الإرث اللي تركه الجدي الله يرحمه وهذا إرث جميل سمو الأمير أيضا دوما نراك على يمين سيدنا جلالة ملك عبد الله الثاني بكل تأكيد هذا القرب أثر أثر عليك في خبرتك اليومية سمو الأمير أليس كذلك؟ طبعا ومثل ما بيقولوا المجالس مدارس ويعني أنا بعتبر حالي محظوظ أني بتعلم منه وبشوف كيف سيدنا حازم بالظروف الصعبة لكن عطوف بالمواقف الإنسانية جميل وكيف دائما بيقدر يحافظ على هدوءه ويتخذ القرارات اللازمة بوقتها والمسؤولية اللي عليه صعبة أوصفها يعني إذا الواحد يكون عنده التزامات بسيطة وما بينام الليل كيف اللي بتكون مسؤوليته بلد بأكمله و الله يحفظه ويوفقنا أن نكون عند حصن ظنه ونخدم البلد مثل ما ربنا آمين آمين يا رب سمو الأمير ببعض أيضا الملفات نتحدث الآن عن أزمة كورونا تداعيات كورونا عام على بدء هذه الجائحة التي غيرت الكثير في العالم باعتقادك سمو الأمير هل سنشهد أي انفراجة بموضوع كورونا أكيد سيدي هذا الموضوع كان شيء جديد على العالم وما أحد كان عارف شكل العدو اللي منواجهه للأسف كثير عائلات فقدت أشخاص غالين عليهم وعد عن الإصابات والإغلاقات اللي أثرت على أرزاق الناس وأثرت على الاقتصاد لكن إن شاء الله مع وجود اللقاح نقدر نتعافى تدريجيا من أثرها يعني سمو الأمير إن شاء الله بهمة الجميع نستطيع أن نتعافى قريبا نحن كنا من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلنا على المطعوم لكن اللي سبب التأخير الشركات المصنعة لكن اليوم إن شاء الله وهالأيام بصدد توفير كميات كبيرة من المطعوم إن شاء الله فضروري الكل يأخذ بالأسباب ويسجل اللقاح إذا بدنا تحافى من هالأزمة ويعني بدنا نصبر وإنما على عسر يسرها والنعم بالله والنعم بالله سيدي سيدي أيضا لا بد أن نتحدث عن الوضع الاقتصادي هذا الوضع الذي لا يخفى على أحد الاقتصاد وتحدياته سؤالي بشكل مباشر سمو الأمير كيف لنا أن نعزز اقتصادنا المحلي سيدي جوار تحدينا هو الاقتصاد والأردن مر بأزمات متتالية من حرب العراق لانقطاع امدادات الغاز للأزمة السورية لأزمة كورونا وكل هذا أثر على مصار الإصلاح الاقتصادي وأكيد مثلنا مثل غيرنا عندنا بعض الأخطاء لازم نراجعها ونتعلم منها وعشان هيك النهجة اللي لازم تستخدموا الدولة في التعامل مع الملفات الاقتصادية لازم يعتمد على هدف واضح ومأسسة للعمل وجرأة في اتخاذ القرار يعني مش كل ما يتغير مسؤول تتغير سياسة المؤسسة اللي هو فيها وتتأخر المشاريع لأنه في النهاية أهم شيء هو أن نشوف نتائج على الأرض والاعتبار الوحيد عند أي مسؤول لازم يكون المواطن وبصراحة لا عندنا لا الوقت ولا الصبر الاعتبارات الثانية إذن هي سمو الأمير هي رسالة جادة للعمل سمو الأمير سيدي المجتمع الأردني عادة ما يوصف بالمجتمع الشاب بالمجتمع الفتي ونراك دوما سمو الأمير بين الشباب أيضا أتساءل كيف لنا لشبابنا لجيل هذا الشباب أن نعزز من فرص الشباب لدخول سوق العمل وتأهيل الشباب الأردن أولا شبابنا قد حالهم وأنا بقعد معهم باستمرار وكلهم عندهم الطاقة المطلوبة لكن محتاجين الفرصة فعشان هيك لازم يعني نطور مهاراتهم مثلا مؤسسة ولي العهد من المؤسسات اللي بتحاول توصل للشباب بكل مناطق وبتساهم بموضوع التعليم التقني من خلال مبادرات عديدة مثل جامعة الحسين التقنية وهذه المهارات اللي راح تأهل شبابنا لسوق العمل بالتأكيد سمو الأمير خاصة أن المستقبل واضح هو للتعليم التقني وعديد الدراسات المحلية أيضا تؤكد أن هناك كثير من التخصصات بالمجتمع الأردني باتت تخصصات راكدة وتخصصات مشبعة هنا سمو الأمير ونحن نتحدث عن الشباب وأنت متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي سيدي بتتابع تعليقاتهم بانتظام بنفسك سمو الأمير يعني مرات لم يكونوا عندي وقت مواقع التواصل مهم كثير وطبيعي لا أحد يستغني عنهم لكن هي ما بتعكس زي من الواقع عشان هيك أنا بحاول أتواصل مع الناس وبشرة وللأسف مرات مواقع التواصل بتعكس أخبار سلبية وغير صحيحة والأصل في الأشياء فتبين ويعني أنا مرات بفتح تليفوني وبلاقي حالي يا خاطب يا متزوج وكثير في قصة زيها منشوفها مش صحيحة ويعني هيك بيصير مع معظم الناس صحيح 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 سيدي سيدي سمو الأمير أنت دارس للتاريخ الدولي ومطلع على الشأنين المحلي والخارجي تساؤلي أيضا كيف استطاع الأردن أن يحمي مصالحه وأن يحافظ على مواقفه الثابت سيدي الكل بيعرف أنه تاريخيا الأردن ممر بظروف أصعب بكثير من اللي منمر فيها اليوم فصمود الأردن حالة الدرس والسنة بنحتفل بمئوية الدولة وهذه الدولة اللي صمدت وازدهرت بمنطقة ملتهبة وهذا بفضل إيماننا كشعب وقيادة بالبلد ورؤية الأردن واضحة وهي حماية مصالحها استراتيجية وفي المقابل مواقفنا دائما ثابتة تجاه القضايا العربية وخصوصا تجاه القضية الفلسطينية لأن قضيتنا المركزية وسيدي القدس قضية شخصية للهاشميين وخط أحمر عند كل أردني وكل متفق على هذا الموضوع بالتأكيد سيدي القدس والمقدسات في وجداننا جميعا كأردنيين هنا بالأسئلة الختامية سمو الأمير ما تطلعاتك المستقبل للأردن؟ سيدي أعتقد عشان أجابك على هذا السؤال ضروري نسأل حالنا إحنا الأردنيين كيف شكل المستقبل اللي بدنا إياه وشو دور كل مسؤول وكل مواطن في بناء مجتمع أساسه الإنتاجية والعدالة والكفاءة بالضبط سمو الأمير يمكن هذه تكون رسالة أيضا للجميع أن علينا العمل لهذا المستقبل الذي ذكرت سمو الأمير سيدي بلدنا زاخر بالقدرات البشرية ومتحف من الشمال للجنوب وعندنا طاقة إبداعية هائلة يعني عندنا كل المكونات الأساسية للتقدم فالمطلوب مننا اليوم كلنا نشمر عن إيدنا ونشتغل مع بعض بروح وحدة لأنه في النهاية يد الله مع الجماعة وهيك إحنا دائما الأردنيين إيد وحدة بإذن الله وثابتين تحت أي ظرف الحمد لله أنا متفائل للمستقبل وإن شاء الله نظل دائما بخير وإن الله يحمي البلد وشكرا لك سيد الله يحطيك العافية شكرا لك سمو الأمير على هذا الحديث شكرا لك لوقتك وأيضا شكرا لك لتلبية دعوة مؤسس لدعوة تلفزيون لإجراء هذا اللقاء شكرا سمو الأمير الله يحطيك العافية سيد شكرا لك مشاهدين الكرام أشكر لكم حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم